اهلا بكم من جديد قال رئيس وياتي الاركام في وزارة الحرب الاسرائيلية قاضي زنغوت ان قرار الانسحاب الامريكي من سوريا مؤثر ولكن لا يجب الشعور بالفزع تجاهه في الصفوف الاسرائيلية يشار الان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو قد اعلن عن حل الكنيسة واجراء انتخابات مبكرة في اوائل نيسان المقبل حل للكنيسة الاسرائيلي وانتخابات مبكرة بعد ثلاثة اشهر والانتخابات لدى الاحتلال تؤثر وتتأثر بالاحداث الامنية ولعل المتغيرات التي حدثت مؤخرا والتحديات التي تلتها ستكون اساسية في صياغة شكل الحكومة المقبلة نتنياهو الذي اعلن عملية درع الشمال عقب توليه حقيبة الحرب بعد استقالة لبرمن اثر الهزيمة الامنية في غزة يتعرض لتحدي جديد بعد الانسحاب الامريكي من سوريا اذ وصف القرار بخيبة الامل الكبيرة نظرا لان واشنطن تشكل لاسرائيل في سوريا حصنا في مواجهة الوجود الايراني وثقلا موازيا للنفوذ الروسي المخاوف المتزايدة في الساحة الاسرائيلية حاول رئيس هيئة الاركان قادي ايزنكوت تحجيمها اثناء حديثه في مؤتمر الجيش والمجتمع ايزنكوت قال ان قرار الانسحاب الامريكي من سوريا مؤثر لكن يجب ان لا يثير الفزع في صفوف الاسرائيليين معللا ذلك بنجاح الاحتلال في الجبهة الشمالية خلال عشرات السنين بشكل منفرد رئيس هيئة الاركان الذي سيترك منصبه قريبا استعرض النجاحات في عهده في الشمال مستحضرا التصدي للهجوم الايراني على هضبة البولان المحتل في ايار الماضي وتنفيذ سلاح الجو لمئات الطلاعات الجوية والهجمات المفيدة في سوريا دون الافصاح عنها بحسب تعبيره ايزنكوت تحدث ايضا عن فشل تل ابيب في وقف التوجه الايراني لإقامة قواعد عسكرية اقليمية في سوريا لكنه اثنى على نجاح اسرائيل في تنفيذ عمليات ضد القدرات المعادية في سوريا التي تضم جملة من اللاعبين يبدو ان خوف اسرائيل يترجم قدرة ايران على السيطرة شرق الفرات بعد الانسحاب الامريكي واثر القلق الاسرائيلي سيلتقي نتنياهو بوزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو على اسبوع المقبل في البرازيل فهل تحصل تل ابيب على تطمينات حول تغلغ الايران ام ان واشنطن ستترك تل ابيب تقاتل منفردة ولفتح النقاش في محورنا الثاني استعدنا ان نستضيف معنا هنا في الاستوديو محمد خيري الصحفي المختص بالشأن الاسرائيلي وعبر الاقمار الصناعية العميد عبد الهادي ساري الخزاعلة المحلل العسكري من عمان ارحب بكم اضيفاي وابدأ معك سيد محمد الان هنا قرار امريكي بالانسحاب من سوريا قد بات تنفيذيا مسألة وقت الليس اكثر من هذا كيف تلقى الشارع الاسرائيلي والاوساط السياسية الاسرائيلية هذا القرار وكيف سوف ينعكس عليهم برأيك نبدأ من حيث انتهى تقريركم قبل قليل امريكا لن تترك اسرائيل تقاتل وحدها في الاراضي السورية تعقيب بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي على قرار الانسحاب الامريكي يؤكد ذلك قال ان اسرائيل مستمرة حتى رغم هذا القرار بتنسيقه مع الولايات المتحدة الامريكية امنيا وعسكريا واستخباراتيا في الاراضي السورية اذا امريكا قد تسحب جنودها من الاراضي السورية ولكن التنسيق مستمر الدعم الامريكي لاسرائيل مستمر ولن يتوقف ابدا وهذا ما تشير اليه التحليلات الاسرائيلية اسرائيل في طبيعة الحال ابدت نوعا من القلق على الرغم من ان نتنياهو قال قبل قليل انه لا داعي لهذا القلق وقال لكل لمن اسمهم الذين عفوا قلقوا من القرار الامريكي انه لا داعي ابدا لتفخيم وتهويل هذا القرار فاسرائيل مستمرة في عملها في الاراضي السورية لمنع ما يقول انه الانتشار الايراني الواسع عسكريا في الاراضي السورية وعلى مقربة من الحدود الاسرائيلية لكن هذا القرار سيد محمد جاء في ظل مجموعة عوامل الآن يعني لدينا حل الكنيسة لدينا ثلاث جبهات مشتعلة تحيط بالكامل الاسرائيلي لبنان وسوريا وغزا ايضا الاوضاع الداخلية تلعب دور في تشكيل الحكومة القادمة وخصوصا نتنياهو يعني هذا القرار جاء في ظل تخبط داخلي في الاوساط الاسرائيلية بلا شك طبعا هذا ما يعني ربما يكون يعني يساهم إلى حد ما في أن تعمل حكومة نتنياهو فيما تبقى لها على زيادة حجم تدخلها في أشياء السوري نتنياهو لن يترك الساحة السورية لن يترك الميدانة فارغا بعد القرار الامريكي كي لا يتهم من قبل الشعب الاسرائيلي أنه ضعيف وأن امريكا كانت تقف وراء قوة الجيش الاسرائيلي ومحاولة الجيش الاسرائيلي الدفاع عن الاسرائيليين من الخطر الايراني المزعوم ربما في الأراضي السورية هذا ما يخيف بعض المحللين أن يسعى نتنياهو لارتكاب حماقات ما خاصة في ظل توتر العلاقات مع روسيا أيضا في الأراضي السورية ربما تزيد اسرائيل هجماتها ربما تكثف منها وهناك دلائل على ذلك الكثير من الضباط والمستشارين العسكريين في اسرائيل قالوا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية سوف تستمر بالفعل ولن تسمح اسرائيل لإيران بالتوسع أكثر داخل الأراضي السورية نعم قبل قليل أيضا يعني قبل ساعات قليلة رئيس هيئة الأركان في الجيش الاسرائيلي قال إن جيشه أحبط محاولة لنشر مئة ألف جند إيراني داخل الأراضي السورية وربما إسرائيل تحاول تفخيم الدور الإيراني في سوريا في ظل قرار الانسحاب الأمريكي من أجل ربما تنفيذ أنا سوف أنتقل إلى العميد عبدالهادي الخزائلة ضيفنا من عمان يعني عميد عبدالهادي الآن هناك وجود إيراني في سوريا لكن هناك أيضا إسرائيل دائما تقول أنها تريد تقويض هذا الوجود طيب عسكريا من الناحية العسكرية هذا الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري كيف يمكن أن يؤثر على الكيان الإسرائيلي وهو في الجنوب وهناك اتفاقيات معينة مضمونة له في الجنوب ما الذي سوف يؤثره الشمال عليه مساء الخير يعني ما يدور الآن حول الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري هناك من يقول أن إسرائيل هي الخاسرة الوحيدة من انسحاب الأمريكان وأنا أقول لا الانسحاب الأمريكي هو انسحاب ربما يعطي فراغا جيوسياسيا في المنطقة لفتح الباب أمام صراع ربما يكون إقليمي وربما يكون دولي في تلك المنطقة لكن على المستوى الإسرائيلي لا يمكن أن يكون هناك هزع أو خوف من عدم وجود الأمريكان في سوريا لم يتواجد الأمريكان قبل ذلك في سوريا بل هم يتواجدون في العراق يتواجدون في البحر البحر المتوسط وأسرائيل تعيش في المنطقة وهي قادرة على أن تنفذ مهام ربما داخل الأراضي السورية وربما داخل خارج الأراضي السورية إسرائيل هي تعتمد دائما في علاقاتها مع جيرانها العرب على القوة وهي اعتمدت منذ دخولها الأراضي الفلسطينية وبالتالي إن كانت تعتمد على أمريكا فهي تعتمد ربما عسكريا من خلال المساعدات العسكرية وربما دبلوماسيا من خلال تغطيةها دبلوماسيا أما عن دورها في المنطقة وفي المستقبل وبعد خروج الأمريكان أعتقد أن إسرائيل لن يتغير دورها في المنطقة لكن عميد عبدالهادي أليس الوجود الأمريكي كان مهم جيوسياسيا من خلال قطع طريق طهران بيروت يا سيد الكريم لم ينقطع طريق طهران بيروت أبدا منذ أن تواجدت إيران في المنطقة وإلا كيف كانت تأتي الأسلحة وكانت تأتي الجيوش من طهران باتجاه سوريا لم ينقطع هذا الطريق من يقول أنه انقطع الطريق بين طهران وبيروت ودمشق هو مخطأ ومن يقول أن هناك فيه عدائيات بين أمريكا وإيران أيضا هو مخطأ هناك يعني دور لإيران تلعبه الآن بإرادة أمريكية وهي إيجاد عدائيات تختلف عن العدائيات السابقة التي كنا ونحن نعترف بأننا أعداء لإسرائيل اليوم وغدا وبعد غد ولكن الآن يوجد عدو هو أهم من العدو الإسرائيلي وهو العدو الإيراني الذي يقتل شعبنا في سوريا واليمن بحسب تصريحات إسرائيل تقويض النفوذ الإيراني في سوريا في ظل الوجود الأمريكي وكما تقول أن هذا الوجود لم يقطع أو لم يكن هناك أي محاولة لقضع طريق طهران بيروت هيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هذا الهدف في ظل الانسحاب الأمريكي يعني زاد العب العسكري عليها ليس كذلك يا سيد الكريم أولا إسرائيل اشترطت على الروس أن يبتعد الإيرانيين مسافة مئة كيلومتر ودير الزور والمنطقة التي الآن يحشد فيها النظام والميليشيا الشيعية المتواجدة هناك فيها المنطقة على أساس أنهم هم الذين سيقاتلون الأكراد فيها المنطقة ويحصلون على المنطقة هكذا يخطط النظام وهكذا تخطط إيران وإسرائيل لا يهمها إلا أن تبتعد إيران مسافة قطوط هي وضعت إسرائيل خطوط حمراء يجب هذه الخطوط الحمراء ألا تجهزها إيران وهي مسافة حتى مئة كيلومتر أما عن تزويد حزب الله وتزويد يعني تزويد حزب الله بالصوريخ وبالمواد القتالية هذا الذي يمكن أن تبحث به إسرائيل من خلال تزويد من خلال خط الساخن بين دمشق وبيروت هذا يمكن أن تنعه إسرائيل أما عن التواجد الإيراني في الشرق السوري وفي الشمال السوري هذا لا تبحث به إسرائيل وإسرائيل متفاهمة مع إيران ومتفاهمة مع أمريكا بأن التواجد الإيراني في تلك المناطق لا يهمها طيب سوف أنتقل إلى السيد محمد خيري ضيفنا هنا في الاستوديو يعني سيد محمد الآن سمعت ضيفنا لكن أيضا هناك نقطة مهمة في ظل هذا الوقت الذي تعيشه إسرائيل من الفوضى السياسية الداخلية كيف يمكن أن تتعامل مع الملف السوري حاليا ليس في المستقبل بشكل عام الفوضى السياسية الفوضى الداخلية في إسرائيل لا علاقة لها بالجيش لا علاقة لها بالأمن عادة كل الحروب التي خضتها إسرائيل كل المواقف الأمنية التي تعرضت لها إسرائيل لم يكن لها علاقة في الجيش الإسرائيلي لكن هذه البلبلة سببه أمني حرب غزة واستقالة الليبرمان ويعني ذرع الشمال هناك جوانب اقتصادي وجانب أمني وجانب سياسي هناك جوانب كثيرة لكن هذا لا يعني في حال سقطت حكومة نتنيا أو توقفت شلت الحياة السياسية في إسرائيل هذا لا يعني أن عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا غير مستمرة الجيش في إسرائيل على حدة لا علاقة له بهذه الشؤون السياسية ولا يتدخل فيها الجيش الإسرائيلي قال اليوم بشكل واضح جدا كانت بدأت روسيا تنتشر في سوريا وكان لنا استمرار في القصف وانتشرت أمريكا واستمر قصفنا سنستمر بالقصف كما قال رغم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك كان وجود القوات الأمريكية على الأراضي السورية مفيدا للجيش الإسرائيلي وللمخابرات الإسرائيلية خاصة على صعيد التنسيق الاستخباراتي بين الجانبين التنسيق الاستخباراتي كما يبدو من التصريحات والمواقف الإسرائيلية سيبقى مستمرا داخل الأراضي السورية أمريكا ستتسحب بجنودها لن تنسحب بعناصر استخباراتها ولا بمنظومتها الأمنية من داخل الأراضي السورية لذلك كما أشارت القيادات الإسرائيلية بعد هذا القرار الأمريكي هناك تخوف من أن تسعى إسرائيل إلى زيادة تدخلها وحجم تدخلها في الأراضي السورية ولعب دور خاص في الأزمة السورية ربما يتم ذلك من خلال بعض الميليشيات التي تتعاون مع إسرائيل هناك ميليشيات حقيقية تتعاون مع إسرائيل في الأراضي السورية هناك عناصر أدخلتها إسرائيل هذا كشف عنه قبل نحو عام تقريبا في الصحفة الإسرائيلية وكشفه بعض شهود العيان داخل الأراضي السورية وتكشفه بعض الجرحم من يدخلونها لإسرائيل ربما لا أقصد المدنيين السوريين أقصد العسكريين السوريين هناك كثير من شهود العيان يشيرون إلى أن أسرائيل ربما تستعين ببعض الميليشيات لتقاتل بإسمها وتدافع عنها وتحقق بعض مآربها خاصة في حربها ضد إيران داخل الأراضي السورية ذهبت أمريكا ربما تستعين إسرائيل بغيرها بطرق غير مباشرة لمكافحة الوجود الإيراني كما تعتقد أنا أعتقد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتقدم لا مئة ولا مئتي كيلومتر إسرائيل لا تريد الوجود الإيراني بشكل نهائي وقاطع على الأراضي السورية لأن حسب تعريف الإسرائيلي الخطر الأمني أن إيران بالدرجة الأولى هي من تشكل خطرا على وجود إسرائيل ثانيا حزب الله اللبناني إسرائيل قالت أكثر من مرة خلال ثلاث أربع أيام الماضية شددت على أنها لن تسمح باستمرار تسليح حزب الله اللبناني سواء كانت روسيا موجودة أو الولايات المتحدة على فكرة هناك لقاء مرتقب في البرازيل بين مايك بومبيو وبن يمين نسانياهو هناك مجموعة من الأمور والضمانات هل يمكن أن يتم طرح معين بخصوص سوريا في هذا اللقاء يكون مفصليا في المحل القادمة كله بين وزير الخارجي الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي هذا اللقاء سيتمحور كله حول الأزمة السورية وحول قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا كما قال نتنياهو بلساني باعتقادي سيكون هناك تنسيق أكثر حول الدور الإسرائيلي القادم في الأراضي السورية باعتقادي هذا الدور سيتفاقم سيكون أكثر في الفترة المقبلة لم تنسحب أمريكا دون استشارة إسرائيل بلا شك كان هناك تعاون وكان تنسيق مشترك بين الطرفين لانسحاب القوات الأمريكية بلا شك ستحاول إسرائيل وبعض القوى سد هذه الثغرة التي تركتها الولايات المتحدة الأمريكية لأن إسرائيل لديها مصالح مختلفة في سوريا أيضا وكانت شريك في لعب دور في الأزمة السورية وما زالت تلعب هذا الدور وما زالت تهدد على الرغم من أزمة الطائرة مع روسيا كانت إسرائيل واستمرت في تهديدها واستمرت في قصفها ورغم القرار الأمريكي استمرت إسرائيل في تهديدها وفي قصفها يبدو أن إسرائيل تبرق برسالة إلى العالم أن أمننا القومي مهدد أمننا ووجودنا مهدد بسبب وجود إيران وأن القصف مستمر إذن يبدو أننا نقف أمام مستقبل مليء في تزاحم الأحداث في الأراضي السورية وخاصة بالتدخل الإسرائيلي ربما يأخذوا شكلا مختلفا في الفترة القادمة أشكرك كثيرا محمد خيري الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي كونت ضيفنا هنا في الستوديو وأشكر لك أيضا الأعميد عبدالهادي ساري الخزاعلة المحلل العسكري كونت ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من عمان وشكر موصول لكم دائما مشاهدين الكرام تفاصيل أو فتجدونها على موقعنا الرسمي سيريا دو تيفي ومنصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب أيضا إلى اللقاء اشتركوا في القناة